بالنسبة لنا خبر حقيقي محزن جداً خبر إصابة الفنان الكبير المبدع الإنسان الخلوق هشام سليم بالسرطان الفنان هشام سليم هو اللي أعلن بنفسه إصابته بالسرطان ولكن خلينا إحنا نتمنى له الشفاء وإن شاء الله يكون عنده من الإرادة اللي تعودنا عليها من الفنان هشام سليم إنه يعدي المحنة دي بسلام وبأمان وكلنا أكيد دعوات هشام سليم نجم كبير هشام سليم بدأ مشواره هو طفل صغير بالتمثيل تنوع بين السينما والتلفزيون والمسرح وطول الوقت الحقيقة يعني أنا أتذكر على طول مش بس هشام سليم الفنان ولكن هشام سليم الإنسان هشام يملك من الأخلاق والروح الرياضية الجميلة العالية والحب اللي بينه وبين الأجيال اللي بتمثل معاه بيذكرني طول الوقت علاقته بالفنان الغالي الراحل ممدوح عبد العليم إزاي كانوا بيتبادلوا الأدوار إزاي لما هشام كان يتعرض عليه دور ويعرف إنه ممدوح ترشح ليه وممدوح رفض فيكلم ممدوح ويقوله وإيه الحكاية فالتاني يحكيله بأمانة يعني نقبل الدور ولا ما قبلش فيقوله البعض أو العكس يكون هشام مترشح لدور وبعدين يرفضه فيروح ممدوح يكلمه ويقوله أعمل إيه هشام إنت ليه رفضت إنت أكيد مش عايزه أخلاق عالية جدا وأعتقد إنسان بهذه الأخلاق إن شاء الله الإرادة تبقى كمان قوية وكلنا بندعو للفنان الجميل هشام سليم اللي نحب نشوفه بإذن الله يعني يتخطى يعني محنة السرطان ويكون بنفس القوة والإرادة ونستمتع به دائما بكل أعماله الفنية